السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحبا بكم في قناة سعى الأم خديجة كما تشوفوك يبليكم الصورة اللي ان شاء الله وقد ينقدم لكم سلطات ومقبلات مغربية سهلة وسريعة التحضير كن رفقوها لأطباق الأقحى كنتمنى وصفت ليمتاجكم ويجباتكم كنتمنى تخليوا لي أكبر عدد من لايكات ولا تنسوش تضغطو على زر الاشتراك وفرجة ممتعة نبدأ معكم ورحمة الله بتحضيرها المقبلة الأولى ندير تسعى لكم النجال هنا هنا ثلاثة تنجالات اللي هما صغر مكبارش غساف ومثما على حسب أفراد العائلة هنا دائما تخصر النجا يكون طريق يكون كحالة يبري وفي نفس الوقت لا يكون كبير لكي لا يكون زرها نقصر فيها على شكل خطوط لا تنقصرها كامل نحن نقصرها نحن نقصرها ونقصرها ونقصرها نقصرها ونقصرها 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 دائما تركيز اختارة ولا يكون زرورة من الداخل سيكون صغير وطرين ثم سوف نقوم بمشي فلفلات حمراء صغار ونقوم بمشي ثم نقوم بمشي بعد ذلك نقوم بمشي نقوم بمشي من نجال نقوم بمشي نجال ونقوم بمشي ففلات حمراء موضوع فعلا كما تحقق بمشي طريقة سهلة جيدة احبت بمشي ونقوم بمشي ونقوم بمشي بمشي سوف نقوم بإضافة الزرعة سوف نقوم بإضافة فصوص الثوم سوف نقوم بإضافة ماء ونقوم بإضافة ماء نقوم بإضافة التوابل ونقوم بإضافة ملح نقوم بإضافة رشيشة فلفل السودانية نقوم بإضافة القليل من الحرار لإضافة ماء نقوم بإضافة ماء بإضافة ماء أشترك إضافة طيابة حتى نقوم بإضافة ماء زيت الزيتون والزيت المائضة في سبيلية انا قمت بزيت الزيتون يتوتى مع هذا الصعيم كنا نأخذ أداة ما نحس بها تزعلق أو فوقشة وفر كنا نحس بها تزعلق فيها بعد القلق لماذا نتود ملعقة صغيرة كامون بضع الكامون و يضع ملعقة كبيرة حتى ملعقة كامون بعد أن نقطع أو لفجار معلقة صغيرة و تكون الزيت أو المقبلة و كيف يهضر سوف نضع الفلفل الأحمر باين سوف نضع السلطة الثانية منعيشة سوف نضع جزارات من وسط الحجم والكيمياء سوف نضع جزارة على شكل طويل سوف نضع الملفوف الأحمر سوف نضع الملفوف الأحمر سوف نضع جزارة بالملفوف الأحمر سوف نضع الملفوف الأحمر سوف نضع أسف لزارة خصيب الملفوف الأحمر سوف نضع السلطة الثانية سوف نضع الثانية للسلطة ملعقة كبيرة ميونز ملعقة مطهطة أو الخردل نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة عسل ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة نضيف الملح الملح حسب الضوء نضيف ملعقة الحالية نضيف ملعقة الحالية نضيف ملعقة الحالية الكمية من البربا او الشمندر او البطهب التي قطعتها نقطعها في قطعة صغيرة متساوية والكمية لحسب أفراد العائلة لكم أنا سلقتها من قبل اختصارها للوقت و لا نقوم بكم فيديو نقطعها حتى نكمل الكمية التي لديها بعد قطع هذه الكمية قطعها متوسطة إلى صغيرة سوف نقوم بكم في الصورة و سأنتفلها هنا هي واحد القليل من الملفوف والأسود والملح يبقى حسب الملح يبقى حسب الملح و نضع كبزة يبقى حسب الملح نضيف السلطة منعشة سلطة الرابعة فلافل فلفل أحمرة فلفل أصفر قطعها صغيرة بعد أن أجلها نضيف السلطة من قطعها بعد أن أجلها نضيف السلطة من قطعها نضيف السلطة من ملح ثم نضيف Web نضيف الملحة نضيف سلت لها نضيف الملحة خل نضيف الزيتون والمائدان نضيف الزيتون والمائدان نضيف الزيتون والتلاجة إلى حين التقديم نضيف الزيتون والسلطات والمقبلات مغربية سهلة وسريعة للتحضير نضيف الزيتون والسلطات والباردة نضيف الزيتون الزيتون والòng نضيف الزيتون والعمل المغربي الغني عن كل تعريف يأتي أكثر مرائعة يجب أن يستحق الكثير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة